تاريخ كبير الحقيقة لنجم كبير وقدير كلنا بنقدره كجمهور النادي الأهلي وكإعلاميين الحقيقة أنه يبقى موجود الكابتن محمد عمر معاك دايماً بيبقى شرف لأي إعلامي موجود في مصر كابتن عمر تاريخ كبير جداً جداً من العطاء سواء داخل النادي الأهلي أو خارجه أولاً بشكرك على الكلام الجميل أنت قلته عني وده يعني مش غريب عنك لأنك أنت حد محترم وأنا بحترمك من زمان ويعني كنت بحبك جداً جداً وأنت العيد فالحمد لله والمبادئ والمصل والأخلاق تعلمناها من نادي الأهلي وتعلمناها تربينا فيها كلنا كل ما ندخل هذه القلعة عارف إزاي يتعامل مع الناس عارف إزاي يتعامل مع الجمهور عارف إزاي يبقى نجمة فنادي الأهلي علمنا كتير وبنشكر النادي الأهلي والحمد لله أن احنا تربينا جوه النادي الأهلي كنت العامل معيش وده سؤال كده عرضي يعني ليه حضرك بالك كم سنة ما اشتغلتش جوه النادي أنا اشتغلت من 2011 ل 2013 رئيس قطاع نشين أوكي وبفضل الله صعدت حوالي 23 لعيب للفريل الأول رمضان صبح ونتفد ومجموعة رائعة الحقيقة مجموعة كبيرة جدا 23 لعيب وطبعا تغيير مجالس الإدارات وكل طبعا كل واحد كل حد بيه عايز حد عمري ما سمعت إن كابتن محمد عامر مرة طلع في أي قناة وانتقد سواء المجلس الحالي أو المجلس السابق أو المجلس الأسبق أو عمري ما سمعت هذا الكلام أنا بفضل الله الحمد لله أنا سواء بتشتغل أو بتشتغلش يعني ده كان قصدي في الموضوع لا لا أنا عمري ما انطقت حد يعني حتى أنا مشيت في وقت الصعب جدا مطار لما جيه وكده وكان موجود محمود الخطيب موجود في بعديه والناس تقول لها تقول لك ده حبيبك أنت بتشغلش ليه في النادل أهلي وكلام ده كله أقول لهم يا جماعة ده صديقي وحبيبي واخوية وكل حاجة ومش معنى كده إن شغلنا فيه حاجات اعتبرات أخرى في النادل أهلي ولا احنا بنحترم النادل أهلي سواء احنا موجودين في النادل أهلي أو مش موجودين ويعني الأمور دي ما بتتخذش كده بأنها حاجة قصات حاجة لكن احنا النادل أهلي في أي وقت هو بيطلبنا في الوقت اللي احنا بنخشه بنحاول إن احنا ننجح وندي النادل أهلي ونرجع له الجميل اللي هو بنرد الجميل لنادل أهلي في أي مكان أو في أي موقع احنا بنشتغل فيه ومشينا خلاص النادل أهلي برضو بيطنا ولازم انتماءنا الشديد ليه وما نتخلاش عنه حاجة محترمة جدا وطبعا الكلام ده يعني أنا قصده لأمور كثيرة جدا بنشوفها خلال هذه الفترة ولكن يلا خلينا نسمع دائما من أو نستمع لمثل هذه الكلمات الرقيقة والرائعة الحقيقة من نجم كبير ومحترم الحقيقة كل كمهور النادل أهلي بيحبه وسيظل دائما مثل الاحترام والأدب طول تاريخه طوال تاريخه عمرنا ما سمعنا أن كابت محمد عمل حاجة كده قال حاجة كده بسم الله من شاء الله دائما حتى لو فيه بيمشي بلاش النادي الأهلي لو ميشي من أي نادي النادي اللي ميشي منه بيطلعوا يشكروه على أنه كان موجود وحاجات كتيرة جدا تخص هذا الأمر